السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ظاهرة جوية هتضرب القاهرة الكبرى خلال ساعات وتحذير عاجل من هيئة الارصاد الجوية تابعوا معانا عشان تعرفوا تفاصيل الخبر قبل ما نبدأ فيديو النهاردة صلى عن نبي ما تنسوش اللايك وشير اشتراك في القناة عشان يوصلوكم لفيديوهاتنا الجديدة كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئة الارصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة وابرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية وقالت الدكتورة منار غانم من خلال مدخلة هاتفية في احدى البرامج المزاعة في القناة الفضائية المصرية ان اليوم هناك استقرار في حالة الطقس وهتسجل درجات الحرارة قيما حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا التوقيت من العام هتسجل العظمة 23 درجة مقوية على القاهرة الكبرى واضافت كمان بان هناك تحذير شديد جدا من هيئة الارصاد الجوية ان البلاد هتتأثر بقتل هوائية شمالية منخفضة في درجات الحرارة هيسود تقس شتوي دافئ على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال السعيد وماء للدفئ على السواحل الشمالية وماء للحرارة ويصل الى حار جدا على المناطق الجنوبية خلال فترة النهار اوضحك كمان انه فور غياب اشاعة الشمس ودخول ساعات المساء هيكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة هيكون في تقس بارد جدا على كافة محافظات الجمهورية درجة الحرارة هتوصل في الليل 10 درجات مقوية واكدت من الاخد في الاعتبار من فرق قيم درجات الحرارة واشارت ايضا الى ان اليوم هيتكون شبورة مائية وهي الظاهرة اللي بتصاحب عادة استقرار الاحوال الجوية ولفتت النظر ان اليوم متوقع وجود نشاط في حرقة الرياح في القاهرة الكبرى هتبدأ بشكل كبير مع ساعات المساء لكن اكدت ان ساعات المساء هيكون فيها برودة شديدة هتزداد مع تأخر الليل كده يبقى احنا تكلمنا عن حالة التقس اليوم الجمعة وكل التفاصيل اللي وردة من هيئة الارصاد الجوية تابعونا عشان لو في اي جديد هتعرفوه من خلال القناة هنا فما تنسوش المتابعة واللايك والشير اشوفكم الفيديو قليلا